كما تبع رئيس مجلس الوزراء أيضا خلال زيارته للفيوم موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لتطوير عواصم المحافظات وأكد مدبولي أن المشروع يحظى باهتمام بالغ ومتابع مستمر من الرئيس السيسي لحرص الدولة على النهودي بمستوى جودة حياة المواطنين كذلك تفقد رئيس الوزراء سير العمل في عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرة ومراكز المحافظة والتي تضمنت المركز التكنولوجي وعدد من مكونات المجمع الخدمي بالقرية ومدرسة قلهانة وقوافل طبية